هياكم الله طيب للحضور إلى كندا ولا معرفة مكاتب ما يسمى بالهجرة أو أنا أسميها مكاتب السفر أو اللجوء أو سياحة دراسة لتسمي يا جماعة الخير أول شيء اعلموا علم اليقين أن كندا لا تضع السياح اللاجئين في خيام بل نظام وراء نظام وراء خدمات لما يأتي اللاجئ له خدمات عظيمة كثيرة مجانة طبعا مجانة لأن نحن ندفع الضرائب على كل أو الشعب الكندي يدفع الضرائب في كل شيء فتذهب جزء منها للاجئين وطبعا عن طريق الأمم المتحدة أيضا في دعم فلذلك اعلموا علم اليقين أن المكاتب هذه اللي أنت تدور عليها في بلدك كيف أنك تعرف أنها ثقة بعض الأماكن أنك تتأكد كم مدة خدمتها لازم تعرف كم مدة خدمتها تعرف كم مدة موقعها الموقع اللي هم فيه كم مدة صار لهم فيه تعرف أيضا من النت إيش عدد مثلا النجوم أو عدد المادحين أو الذامين بهذا المكان تعرف علم اليقين أيضا إيش علاقتهم بالسفارة هل لهم احتفاء احترام عند السفارة الكندية في البلد هذه المكتب اللي تريد تتعامل معه أيضا كيف سمعته بين الناس مهم جدا جدا تعرف كيف سمعته بين الناس المترجمين قد يدلوك على مكتب الثقة ترى المكاتب الثقة تكون شبعانة وأيضا أمينة وعندهم نتائج طيبة وأقوى دعاية لهم كلام الناس فالمترجمين أيضا يعلموا من هي هذه المكاتب أنا لا أستطيع أن أقدم لكم مكتب مع احترامي لكم رغم أني أعرف عدة مكاتب ثقة مية بالمية وشبعانين وأمينين ونتائج عظيمة وقابلت ناس كثير من كندا وصلوا عن طريق هذه المكاتب بس لا أستطيع لأني لا أضمن ملفك ولا ملفك لا أضمن لو ورقة متأخرة أو ورقة خطأ أو ورقة مزورة أو 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 يخرب الملف تلومني أو تلوم المكتب أنا هنا فقط لا غير أقدم معلومات نسأل الله سبحانه وتعالى القبول نقدم فوائد أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يقول فلا تلوموني الله يفتح عليكم طيب أقدم لكم أغلى ما عندي الوقت وإن شاء الله ربنا يرزقنا الإخلاص والفوائد كي تتفادوا بعض المحتالين أو المنتهزين أو الكذابين بامتياز طيب إيش كمان في بعض المكاتب بيقول لك مثلا بيشوفوا وراقه بيقول لك لا أنا ما بضمن لك على فكرة مكاتب زي هاي أنا بيحترمها لأنه صريح معك من البداية أما إذا حذا قال لك بعت لي فلوس مشان أبعت لك معلومات أبعت لك تتيب عن معلومات هذا حكي فاضي إلا إذا قال لك عطيني فلوس مشان أخذك على المكان اللي فلاني والمكان اللي فبدي يطارد فيك بالسيارة هذا إيش ثاني بس يا أحباب الله المكاتب موجودة ولا يغير القانون أبدا ولكن يسهلوا عليك يفهموا إيش اللي بدها يا السفارة دخلوا على كندا المئات فعلا المئات مش العشرات المئات فعندهم مصداقية لذلك إذا أنت بدك تيجي على كندا بدك تأخذ كل شيء على البارد المستريح وانت نايم وبدون لغة أقول لك ما رح ينفعل كأمر هذا إلا بحالة وحدة أنك تقدم على المفوضية وتنتظر أشهر سنين وعلى فكرة معلومة جدا هامة قد تكون معاملتك ممتازة بس ناقصة ورقة وحدة وانت نايم على عينك وناسي الموضوع أو تفكر أنه موضوع ماشي وقاعد نطبخ هو لا مرمي على جنب فلذلك حاول التابع حتى لو قالوا لك ما من رد عليك ورفا حاول التابع الباب اللي بندق كثير بجاوبوك فانت وانت أختي الفاضلة موضوعكم قد يكون ماشي وممتاز وواواوا ومعاملتي قوية وقضيتي قوية ولكن ناقصة ورقة وحدة أو ورقة وحدة كذا وكذا فيا أحباب الله استخيروا الله سبحانه وتعالى على السفر على كندا أو على غيره وبعد مرة نقول لكم لا تسمى الهجرة إلى كندا صحيح قانونيا تسمى الهجرة ولكن الهجرة داء من بلاد الغير مسلمة إلى بلاد الإسلام هذه هي الهجرة أما السفر إلى كندا الحضور إلى كندا السياحة الدراسة في كندا اللجوء إلى كندا سموا اللي تسموا التجارة في كندا طبعا التجارة بيبوسوا إيدك في كندا إذا عندك مبلغ من المال إنك تفتح تجارة معينة بس احذر المحتالين اللي بيطيروا لك عموالك بالهوى خلال أشهر الله المستعان أرجوكم أنا لا أجيب أي أحد أقدم معلومات فهذه المعلومات الصلاة سبحانه وتعالى تكون لكم فائدة فذكرت بعض النقاط حتى تعرف مين هو المكتب اللي أتعامل معه وكثير كثير ترى المكتب صاحب السمعة الطيبة مش سر ومش مخبة ليش تسألوني يا أحباب الله ترى عندكم مثل على سبيل المثال عمان الأردن معروف في بعض المكاتب ثقة ثقة ونتائج طيبة ويقول لهم سمعة طيبة مع الناس مش مخبة فلذلك ابحث ما تخلي بس المعلومة تجيلك ابحث أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اللي بكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم